اشتركوا في القناة نعرج على الاحداث ندقق في مصادرها لكي نستقي العلم ونستنير بالمعرفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اعزاء المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا الاسبوعي سطحة من التاريخ وفي هذه الحلقة التي سنخصصها للحديث عن الرحالة الغربيين الذين زاروا منطقة الخليج ومنطقة الامارات في القرون الماضية ما هي دوافع هذه الرحلات وما هي اهدافهم وما اهمية هذه الرحلات بالنسبة لطلاب العلم وخاصة المهتمين بالتاريخ استقطبت منطقة الامارات في القرون الخمسة الاخيرة العديد من الزائرين الاجانب والرحالة الغربيين الذين اختلفت اهدافهم ومقاصدهم فنجد من بين هؤلاء الرحالة من هم علماء ومنهم رجال دين بالاضافة الى العسكريين ذوي المهام الخاصة ومنهم ايضا الذين كلفوا من قبل دولهم من جمع البيانات والمعلومات والاخبار ومنهم ايضا رجال السياسة واصحاب المهام الدبلوماسية كما ان من بينهم ايضا المبعوثين الرسميين ومنهم المبشرين الذين كان هدفهم نشر دياناتهم في المنطقة وكان من هؤلاء ايضا اطباء اقاموا مستشفيات ومراكز علاج في المدن ونظموا قوافل لزيارة القرى والمناطق النائية لمعالجة الناس من الامراض فمن الرحالة من اتى لاجل كما بينا نشر الديانة النصرانية ومنهم من كان دافع رحلاته حب السفر والاستكشاف ومنهم من اتى لاجل جمع المعلومات ورسم الخرائط ورصد احوال المنطقة ومنهم من اتى بغرض التجارة وخاصة شراء الخيول العربية الاصيلة انذاك والاتجار بها وهناك دوافع اجتماعية ايضا حيث اتى العديد من الرحالة الى منطقة الشرق عموما ومنطقة الخليج ومنطقة الامارات بهدف دراسة اوضاع المجتمع في الجانب الاجتماعي والتعرف على عادات الناس وتقاليدهم واهتم البعض من هؤلاء ايضا بالصحراء لدراسة احوالها الطبيعية وحياة سكانها من البدو ومن بينهم ايضا من اوفدته الحكومات لدراسة طبيعة الارض او فيما بعد لتقصي الامكانات النفطية فبالتالي نجد فيما دونوه الكثير من الوصف الدقيق للسكان والعمران والحيوان والنبات وغير ذلك من تفاصيل الحياة المختلفة ولقد عني اولئك الرحالة اجمالا طبغرافية الارض التي زاروها وبمظاهرها الطبيعية فوصفوها ورسموا مسالكها ودروبها الوعرة واحصر قبائلها ومرابعهم ومراتعهم وعلاقاتهم الاجتماعية وروابطهم الاسرية والدينية وغير ذلك كما حاولوا التعرف على حكام المنطقة ايضا وبدلوا جهودهم في فهم التكوين القبلي والتركيب الاجتماعي لسكان المنطقة كل ذلك بدافع فهم المكان وثقافته ومعرفة مختلف احواله مما يفيد الرحالة في بلوغ مآربهم وجمع معلومات شافية ووافية عن المنطقة وفق ما يخدم مصالحهم كما عني بعض الرحالة ايضا بدراسة التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي والاصول التاريخية للسكان والمكان وكل ما يتصل بالمنطقة من قضايا يمكن ان تفيد في تحقيق اهدافهم اذا اعزاء المشاهدين الاهداف التي جعلت الرحالة الغربيين يندفعون الى استكشاف المنطقة والتجوال فيها متعددة قير انها تنحصر في اربعة اهداف رئيسة هي اهداف دينية واهداف استعمارية واهداف علمية واهداف تجارية خاصة وبغض النظر عن تلك الاهداف والدوافع لتلك الرحالات فان كتب اولئك الرحالة التي رصدت تلك الرحالات قد حوت معلومات قيمة واستكشافات لا تقدر بثمن وتنبع الاهمية التاريخية لكتب اولئك الرحالة فيما اختزنته حقيقة من معلومات ومعطيات متنوعة عن المنطقة شاملة جوانب مختلفة من تاريخها وانمط معيشة السكان وحياتهم وعاداتهم وتقاليدهم وكل ما يتصل بتاريخهم وتراثهم وثقافتهم وأحوالهم الاجتماعية والتاريخية والجغرافية والاثارية وهي جوانب يصعب العثور عليها في غير كتابات الرحالة وهي ايضا ثروة تاريخية وادبية ذات فائدة جليلة ومصدر تاريخي مهم ينطوي على تفاصيل مهمة عن المنطقة مدعمة بالصور والرسومات والخرائط الشائحة اضافة الى انها تؤرخ لحقبة زمنية اكتنفتها الغموض انا ذاك وبعض اولئك ان لم يكن اغلبيتهم قد دونوا يومياتهم ايضا وكتبوا مشاهداتهم وملاحظاتهم كما تحدثوا عن مهامهم وذقاءاتهم سواء مع الحكام او عامة الناس وكما بينا قاموا بوصف الطبيعة والنبات والحيوان والمناخ والمواقع والمدن والقرى والصحراء والبحر والجبال والموانئ بالاضافة الى نمط العيش وحياة الحضر وحياة البدو وهكذا اصبحت هذه المدونات اليوم مراجع لا غنى عنها للباحث في تاريخ المنطقة وشؤونها ولا شك في ان نوع هذه المعلومات وتنوعها يضفي عليها اهمية كبرى وخاصة اذا ما احسن التعامل معها بحيطة وحذر وتدقيق وتمحيص ومقاربة وغربلة للمعلومات الموجودة فيها لازالة الشوائب منها والتحقق من صحة المعلومات وتأكيدها مرحبا بكم اعزائي المشاهدين نستكمل الحديث حول موضوع هذه الحلقة ألا وهو اهمية كتابات الرحالة الاجانب في تاريخ الامارات ومنطقة الخليج بشكل عام ولإثراء هذه الحلقة يسعدنا ان نلتقي مجددا بالدكتور عصام مصطفى عقلة استاذ التاريخ والحضارة الاسلامية بجامعة الشارقة فرق الفكام مرحبا مجددا بك دكتور شكرا جزيلا دكتور اهلا وسهلا بك الله يبارك فيك احنا حقيقة في مقدمة هذه الحلقة تحدثنا عن موضوع كتابات الرحالة الاجانب الذين زاروا منطقة الخليج بشكل عام ومنطقة الامارات فودنا من خلال البداية الآن نركز على ما أهمية كتاب الرحالة بشكل عام يعني في التاريخ العام نعم كإثراء تاريخي كمصدر تاريخي للباحثين ومن يكتب في التاريخ بشكل عام يعني هي عادة نوع من أنواع التاريخ لكنها نوع مهم جدا لأنها صدرت من أناس شاهدوا الحوادث بشكل عام أهمية ربما كتب الرحلات إنها في منطقة الخليج إنها تأتي لمناطق ربما لم تتحدث عنها المصادر العامة أو المصادر بأنواعها المختلفة وبالتالي عادة الرحالة يدهش بما يرى فيتحدث عن أشياء ربما الإنسان العادي المنتمي لنفس المنطقة لا يتحدث عنها ولا يذكرها قرأت كل كتب التاريخ المرتبطة بتاريخ دمشق في القرون من الأولي حتى السابع الهجري لم أجد أحد فيهم تحدث عن فكرة المطاعم أو بيع الطعام في الأسواق بينما الرحالة ذكروا مثل هذه المسألة لأن هذه القضية أصبحت عادية لرجل دمشق العادي بينما الرحالة وجدها أمرا غريبا جديدا فمن هنا تنبع أهمية مثل هذه الكتب إنها تركز عادة على أشياء تراها بعادات تقاليد عمائر أشياء كثيرة جدا غريبة عن مجتمعها فتدونها بشغف وتدونها في لحظتها وهذه هي القضية المهمة دكتور المتتبع حقيقة لتاريخ المنطقة يعني يتبادر لذهنه لأول مرة أن من أثر سواء في الجانب العسكري أو السياسي مثلا دول كالبرتغال ثم بعد ذلك الهولنديين والإنجليز وهكذا ولكن يتراء من خلال البحث والاستقصاء لجنسيات والدول التي أتى منها أولئك الرحالة أنهم أكثر بكثير من هذه الدول التي تحدثنا عنها قبل قليل لو نلقي أيضا ضوء على هذه النقطة يعني الرحلة والرحالة للمنطقة بدأت منذ فجر التاريخ يعني لدينا كتب رحالة موجودين من الفترة اليونانية ربما الطواف حول البحر الأريتيري واحد من الكتب المهمة وهذا من القرن الأول الميلادي أيضا بعد الرحالة الصينيين وصلوا للمنطقة وربما قبل الأوروبيين وقبل غيرهم بشكل عام طبعا المسلمين من شتى جنسياتهم لا بل أن مثلا الرحالة اليهودي باليمين التطيلي هذا قرابة القرن السادس الهجر بدايات القرن السادس الهجر الثاني عشر الميلادي أيضا وصل للمنطقة وصل للقطيف وصل للبحرين وصل لمناطق متنوعة فالجنسيات متعددة لدينا صينيين لدينا يونان لدينا جنسيات من العالم الإسلامي المختلف من الهنود من الفرس من الأندلس أيضا لدينا الهولنديين والبرتغاليين والبريطانيين والأمريكان هذا الكم حقيقة الكبير من الرحالة الذين زاروا المنطقة وبالتالي أنا أعتقد أن كما بينا في مقدمة الحلقة كان لكل مجموعة من أولئك الرحالة وحسب الفترة الزمنية التي ينتمون إليها أهداف متنوعة أتت بهم بعضها دوافع شخصية وبعضها دوافع سياسية وبعضها دوافع تجارية مادية وهكذا فلو نفصل أيضا في النقطة هذه دكتور ربما الدافع الأول الذي دفع نحو الرحلة هو الدافع التجاري بشكل أساسي هذا اللي لاعب دورا كبيرا جدا رحالة جاءوا إما تجارا أو يخدمون دول لتتبع الخطوط التجارية العالمية بشكل أساسي ويستكشفون هذه البحار وثرواتها وإلى آخرين فهذا كان دافعا مهما جدا من دوافع الرحلة وبالذات البرتغاليين الأوائل كمثال على المسأل بشكل أساس أيضا من الدوافع دوافع العامل الاستعماري أي مستعمر يريد أن يعرف المنطقة التي يريد استعمارها فالبرتغالي أو الهولندي أو البريطاني يريد أن يتعرف على المنطقة فكان يرسل هؤلاء يقدمون كتبا عن الرحلات التي زاروها للمنطقة فيعطون معارفة جيدة للمستعمر وهو قادم استعمار المنطقة بشكل كبير جدا وهذا ليس الاستعمار الأوروبي لوحده هذا تقليد في كل الدول حتى من أيام اليونان المسلمين حتى يعني كانوا يرسلون وفودا يرسلون رحالة يستكشفون المناطق وإن كانت لغاية أخرى ربما علمية يعني كتب التاريخ دكتور عفوا تذكر أن الإسكندر الأكبر المغدوني كان يخطط للوصول إلى الهند فبعد رحلة استكشافية ولا قيادة الرحلة لقائد أحد قواده نياركوس استكشف المنطقة قبلها قدوم الإسكندر الأكبر المغدونية وترك وكتب انطباعات عن المنطقة ولعلها أحد أسباب التي ما زالت تعاني منها المنطقة الآن التي هي إلصاق تسمية الخليج الفارسي بهذا الاسم نتاج لكتابات ذلك الرحالة الذي ينتمي لذلك العصر البعيد دكتور الإشكال أن اليونان طبعوا كثير من المناطق والتاريخ الحضارة الهينستية وضحت أو وضعت مجموعة من المفاهيم التي لا يستطيع العالم أن يتخلص منها للأسف الشديد بسبب ثقافتها التي أثرت على أوروبا فإذن الذي تحدثنا عنه مسألتين أو دافعين لكن أيضا هناك دوافع أخرى أحيانا حب المغامر بلعب دور مهم جدا والاستكشاف لدى بعض الأشخاص في أن يذهبون إلى مناطق بعيدة إلى مناطق غير مناطقهم لستكشافها محاولة التعرف عليها استكشاف ربما بيئات غير بيئتهم التي ينتمون إليها بالضبط دكتور يعني أدراء المقاطع إجرنا للحديث عن تغير النفسية الأوروبية بعد دخول أوروبا عصر النهضة الأوروبية مرت بفترة العصور الوسطى العصور التخلف والجهل والانحطاط وكيف كانت الشخصية الأوروبية يعني مضطهدة ومقيدة تابعة إما لسلطة الكنيسة أو لسلطة الإقطاع فلما جاءت العصور الحديثة عصر النهضة يعني أثرت وغيرت حتى في معالم الشخصية يعني الأوروبية شخصية الفرد وعطته مجال للانطلاق والمغامرة مثل ما تفضلت ربما تطوح حرية الفردية العامة وبالتالي صار له الشخصية الفردية المعروفة اللي ما زالت متشكلة في أوروبا حتى يوم الناس هذا أيضا في دافع ديني دكتور لعبدور بشكل أساس يريدون أن يعرفون معلومات عن الدين الإسلامي والمنطقة منطقة خصبة بقضية مهمة جدا أن هذه منابع الإسلام الأولى المنابع الأولى للإسلام فأرادوا أن يتعرفوا على الإسلام من خلال منابعها خصوصا في خضم أن الحجاز شبه مقفل على غير المسلمين في ذلك الوقت فبالتالي هم أرادوا أن يتعرفوا على الدين الإسلامي وينقلون معارفهم إلى دولهم أيضا هذه المعارف التي جمعوها أيضا في طابع تبشيري أيضا بعضهم جاء بلغايات تبشيرية واضحة يريد أن يستكشف المجتمع ثم لينطلق في محاولة لتحويل الناس من دين إلى دين آخر وهذا حدث كثيرا وهذه دلالات واضحة في أكثر الكتابات التي استقصناها حول العين الرحانة نعم وتجدهم يركزون كثير على الممارسات الدينية عند المسلمين في محاولة لتغييرها خاصة استغلال الأوضاع التي كانت سائدة كالفقر والوضع الصحي أيضا المتردي والجهد هم بدأوا أو بنوا مؤسساتهم كلها على قاعدة ثلاثية المدرسة، المستشفى، الكنيسة الثلاث فهم يستغلون حاجتك للتعليم يستغلون حاجتك للاستشفاء لإيصالك للمكان الديني الذي يريدون أن يوصلك إليه بشكل كامل فأيضا هذه من العوامل التي لعبت دور مهم جدا في قضايا الرحلة هذه الدوافع الرئيسية إذا جاءت تعبير لموضوع الرحلة جميل دكتور، هذه الإضاءة حول الدوافع المتنوعة لأولئك الرحالة الغربية لزاروا المنطقة طيب دكتور أيضا نريد أن نلقي إضاءة حول ما هو الأثر الذي تركه أولئك الرحالة من خلال كتاباتهم يعني ما هي الجوانب التي استقصوها وتتبعوها وأصبحت مصدر للكتابة التاريخية فيما بعد نعم يعني أنت تريد بشكل أساسي ما المواد الموجودة في رحالاتهم بشكل أساسي نعم، المجالات المتنوعة التي تناولها أولئك الرحالة وأصبحت فيما بعد مصدر لمن سيكتب عن تاريخ الإمارات فيما بعد أنا سأضرب مثال على هاريسون كمثال كبير جدا ربما أنت مختص به أيضا وكتبت عنه أبحاث هاريسون مثلا لما جاء إلى المنطقة جاء وكأنه يعني ممثلا لبعثة طبية بشكل أساسي هنا نجد اهتماما كبيرا جدا في 1918 وهي فترة مبكرة بداية القرن العشرين بالأوضاع الطبية والأمراض المنتشرة في إمارات منطقة الإمارات العربية المتحدة تجده يركز كثيرا على الأمراض، أنواع الأمراض، طرق العلاج التقليدية التي كانوا يمارسوها أهل الإمارات في ذلك الوقت ما الذي قدم هو؟ قضية الثانية هو ركز كثيرا على مسألة العادات والتقاليد يعني من أطرف الأشياء التي ربما قرأتها في هاريسون أنه بتقليد العيد يقول تقليد جميل ويقول أنه كل إمارة أحيانا بعيدة بحكم ما كان العمران متصل بهذه الصورة كانت فيه مسافات متباعدة ربما فيقول أنه يهنئون بعضهم البعض وذكر مثال الشارقة وعجمان فقال بطلق المدفع طلقة بمناسبة العيد يحيوهم الآخرين بطلقة أخرى مقابلها كنوع من الاحتفالية الموحدة هذا رصد دقيق نعم رصد دقيق لمثل هذه المسألة تحدث بشكل جيد عن الزراعة وتحدث عن قلة الأمطار التي تساقطت في السنة التي زارها وبالتالي تأثيرات ذلك على حدوث نوع ما بنا نقول مجاعة لكن نوع من ندرة الطعام وكيف بدأ الناس يعالجون مثل هذه المسألة نتحدث عن انتشار أمراض مثل الجذان مثلا وكيف تعاملت في تلك الفترة إمارات منطقة الإمارات العربية المتحدة مع هذا المرض بأنه يعزل له مستشفيات خاصة أماكن خاصة خارج الناس حتى لا يعدون حتى لا يعني يؤثر على المجتمع بشكل كبير جدا هذه مثلا ركز عليها أيضا ركز انتبهت أنه ركز على قضية مجالس الشيوخ وكيف يتخذ القرارات ومن هم وكيف يعني بصدروا قراراتهم بناء على ماذا في كل القضايا ثم تحدث عن طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم واللي يسودها الاحترام بشكل أساس ثم المودة بشكل ثاني والتبجيل الكبير جدا من الرعية لحكامهم في ذلك الوقت واهتمام الكبير من الحكام بالرعية لأنه طلبة ليأتي ليعالج الناس من قبل الحكام وهذا الدلالة كبيرة على مدى الاهتمام في ذلك الوقت تحدث أيضا عن التعليم وتحدث عن قلة التعليم في ذلك الوقت في إمارات منطقة الإمارات العربية المتحدة وأنه في نوع من الجهل تحدث عن العادات وبالذات عادة الكرم الكبيرة جدا الموجودة للناس هو يذكر وهو يتنقل كيف كان مثلا يزور البيت ويقول بيت ربما فقيرة ومع ذلك الناس يرحبون يستقبلون مقدمون كل ما لديهم من طعام موجود لهذا الضيف بغض النظر عن ماهيته ذكر فكرة التسامح المرغم أنه هو مسيحي ومع ذلك وهم مسلمون كيف يتعاملون معه بود واحترام وتبجيل هو لم يأتي متنكرا وإنما جاء بشخصيتي لأنه طبيب يريد أن يعالج بشكل كامل فقدم صورة صورة بهية صحيح في بعض الجوانب ربما بسبب الجهل بسبب الفقر في ذلك الوقت كانت ليست صورة متكاملة أيضا تحدث عن المدن فهو يصف الشارقة بدقة يصف طرقها يصف مبانيها يصف قصر أو دار الحكم بها يصف كل هذه المسائل بشكل غاية في الدقة بشكل عام ويتحدث أيضا عن علاقات الحكام بعضهم مع بعض وهذا أيضا شيء مميز فيما ذكره بشكل عام أنا أعتقد غير هاريسفن بأدكتور هناك شخصيات أخرى يعني لامعة وبارزة من الرحالة الغربي يعني ثيسيجر مثلا بارك بن لندن نعم بارك بن لندن يعني اختلط بالسكان بشكل جيد واختلط بالمنطقة من المملكة العربية السعودية إلى دولة الإمارات وتحدث عن عادات البدو وتحدث عن مواشي البدو وتحدث عن مزرعات البدو وتحدث عن كل العادات والتقاليد وحتى الزي بدقة تحدث عنه بحكم أنه عاش فترة طويلة وهم مرافقين له وهو يرافقهم وعن فكرة أيضا التسامح بشكل كبير جدا دكتور بالرغم من الأهداف التي تحدثنا عنها وتنوعها ما بين الأهداف الشخصية وما بين بعض أهداف سياسية وهكذا ولكن أنا أعتقد أن هناك أيضا جانب إيجابي حول الحديث حول الرحالة كمصدر من مصادر تاريخ منطقة الإمارات هم للأمانة في جزء منهم أحبوا المنطقة وغلب حبهم ربما على أهدافهم وعلى دوافعهم فقدموا في جزء من رحلاتهم صورة المحب للمنطقة الأهم هو تركيزهم على جوانب ربما لا تركز عليها لا الوثائق لم تذكر من قبل أصلا الأمور التفصيلية الدقيقة خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الأوضاع الاجتماعية الزي أحيانا بدقة بعض خلينا أسميها العلاقات الإنسانية للا ترصدها الوثائق بشكل أساسي بين الناس بشكل عام هذه ركزوا عليها فهي فيها جوانب كثيرة تفصيلية ربما لا تجدها في أي مصدر آخر من هنا تأتي أهميتها أيضا ربما ثادت الرحلات بجانب آخر إنها عرفت شعب الإمارات على هذا الشيء الآخر على الأوروبي لأنهم اضطروا أن يختلطوا بالناس وعطوهم تسميات كما ذكرنا باراك باللندن وغيرهم فاختلطوا بهم أيضا بدأوا يستفيدوا من عاداتهم من بعض علومهم من بعض معارفهم بدأوا يتعرفوا بشكل جيد على المجتمع خارج إطار الخليج العربي بشكل كامل في المقابل أيضا أبرزت قيمة جميلة لقيمة التسامح يعني كان يتميز في المجتمع نعم لأنهم تعاملوا بشكل لا مثيل له معهم وهنا أذكر أن بعض المناطق جاء رحالة لها جوتشي مثلا يذكر رحالة الإيطالي قال دخلنا دون أن أذكر اسم المدينة طبعا رمينا بالحجار وكانوا عدائيين تماما وقدنا أن نقتل هنا لا تجد الوضع في مناطق ثاني تقصد طبعا خارج الخليج العربي نعم فذكروا يعني نوع من عدم التسامح في التعامل مع الآخر بينما هنا لم يشكوا أحد أي شيء إنما كان في تعاون كامل طيب ونحن نأتي دكتور على أيضا نهاية الحديث حول هذا الموضوع إلهام جدا يعني نريد أن نقدم أيضا نصيحة للباحثين وطلاب الدراسات العليا وهم يتعاملون مع يعني هذا الرحالة كمصدر تاريخي يعني أيضا ينتبه للنقطة في غاية لهمية ألا وهي ألا يأخذ كل ما تحدث عنه هؤلاء الرحالة وما دونه أولئك الرحالة على أنه مسلمات هو القاعدة الذهبية في التاريخ أن الرواية متهمة حتى يثبت صحتها بالضبط نعم كل شيء متهم على عكس القاعدة القانونية التي تقول متهم بريء حتى تثبت إدانته في التاريخ كل رواية ما عدا طبعا ما صح عن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه والقرآن الكريم هذا لا يخضع لمثل هذه المسائلة لكن تحدث عن مسائل التاريخية كل رواية هي مدار للشك حتى تثبت لهذا لا بد أن يتنبه أن هذا الرحالة وراء دوافع وراء عادات وتقاليد مختلفة ربما هو لا يحب هذه العادات فقدمها بصورة سيئة أيضا وراء ربما ثقافة مختلفة كاملة عن الثقافة الموجودة أيضا بعض الرحالة للأسف دعوا أنهم وصلوا لمناطق وهم لم يصلون إليها ربما أشهر مثال على ذلك ماركو بولو كمثال على المسلم أشهر مثال في تاريخ الرحالات نعم دعوا أنه وصل لمناطق وهم لم يصل إليها مطلقا بشكل أساسي وعلى غراره قد يكون أيضا بعض الرحالة قد يكون عمل أنهم دعوا أنهم وصلوا لمناطق في مثلا دولة الإمارات وهم لم يصلون إليها وبالتالي قدموا روايات ربما لا تكون روايات خلال الخيال مثلا نعم الخيال أو نقلا عن آخرين أو يريد هو أن يوصل رسالة نعم بشكل أساسي إذن يتعين على الباحثين وطلاب العلم أن ينظروا إلى الناحية بعين الفاحص والمدقق نعم كي لا يأخذ كل ما كتبه أولئك بالرغم من أهمية كتاباتهم الكتابة مهمة ومهمة جدا لكن يجب أن تخضع للنقد للنقد والتمحيص ومقارنتها أيضا برحالة آخرين يعني متقاربين وأيضا بالروايات الأخرى روايات شهود العيان من المنطقة للدولة لعبة دور مهم جدا في تدوين الكثير من روايات شهود العيان وأيضا الوثائق ربما تأخذ في يعني بالحسبان في مثل هذا الموضوع للمقارنة للوصول إلى الحقيقة أو أقرب ما يكون إلى الحقيقة شكرا دكتور على هذه الإضاءة حول هذا الموضوع الهام أعزاء المشاهدين ونحن نأتي على ختام هذه الحلقة التي تحدثنا من خلالها عن كتابات الرحالة الغربيين وتأثيرها في تاريخ الإمارات نتمنى أن نلتقي في حلقات أخرى ومع عنوين أخرى حول مواضيع أيضا في غاية الأهمية إلى أن نلتقي لكم منا كل الشكر والتقدير ترجمة نانسي قنقر